الله خير يعني نفض اللي اشتبك ان شاء الله اي علاقة ما بين زوج وزوجة عادي يحصل لها مشاكل والمشاكل ديان هي بتعدد العلاقة اكتر لو احنا وعيين واسوياء طيب لو الدنيا المطب عالي شوية ايه او الحفرة بعيدة شوية هنضطر يا شيري ان احنا نستدعي صديق او اللي هو وسيط يعني وسط كده وسيط ما بيننا علشان يحل الازمة طب هل اختيار الوسيط ده من طرف واحد يعني ينفع لو انا وهيدي مثلا في مشكلة فانا استدعي وسيط او وهيدي بس ولا لازم احنا الاتنين لازم الطرفين هم اللي يستدعيوا طب وهل مواصفات الوسيط ده ايه هل هو اللي يبقى صديق محايد ولا يبقى من اهل الزوجة ولا من اهل الزوجة هل ده ممكن يولى على الدنيا اكتر ولا شخص مختص ولا شخص مختص ده اللي احنا عايزين ندردش فيه في الحلقة طبعا انا خليني اقولك كبداية يعني هو لو احنا الفكر تدخل وسيط ده لازم يكون الحل الاخير وامتى ادرمو عليك لما نكون احنا وصلنا الحيتة سد وفشلنا في كل الطرق ان احنا نحل مشكلتنا انا وشري او انا وسامح او انا وجوزي عشان احنا بنتكلم على لقصة اه 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 لوحدنا ولقبنا كل الالعاب وخلص الموضوع مقفول بضبه ومفتاح ساعتها بس بس اقرر على مضد اني ادخل بنا طرف تالت لان كل ما بدخل حد لو الحد ده مش مش منقيا بعنايا قوي 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 عنده امانة قوي 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 هيبوزي الامور مش هيحلها ولازم نتفق كمان يا هيدي ان طالما هنختار حد يحل يعني عندنا رغبة ونية صدقة ان الموضوع يتحل مش ان احنا خلاص احنا الموضوع قفل بتضبه ولمفتاح وبعدين هنقوم جايبين حد فتتعجن اكتر لا طبعا لازم بقى فيه نية صدقة طبعا يعني واشنا بنعمل الموضوع ده اه قلنا هنحطه تحت عنوان او تحت تساؤل هل اللجوء الوسيط هو خطأ شائع ولا امر لابد منه والحقيقة انه هو خطأ شائع واحيانا خطأ واحيانا امر لابد منه هو الاتنين في بعض هو خطأ شائع لو استهلك ولو انت في الصغيرة وفي الكبيرة ما بقيتش عارفت حل مشاكلك ودايما محتاج الوسيط وامر لابد منه لو الامر بقى يعني احتد قوي صح واحنا الاتنين مش عارفين نسمع بعض ومش قادرين نسمع بعض وكل واحد فينا راسه مسيطر عليه ومش عايز يتراجع خطوة والاتنين دول برضو حرسين على بعض والاتنين دول برضو في الآخر بيحبوا بعض بس في موضوع قزم معاهم عندوا على بعض حرنوا على بعض الحقيقة انه الوجوء الى وسيط مهم شوية كتير بالنسبة كبيرة جدا يحل الأزمة بس مين هو الوسيط ودوره ايه يعني الوسيط ده دوره ايه دوره انه ييجي يغلط طرف من الأطراف ولا دوره انه ييجي يهيقلي الأجواء اني اقعد مع شريك حياتي ترجمة نانسي قنقر شكرا